مرز الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على زيادة المساحة العمرانية وآخرها هو افتتاح مدينة المنصورة الجديدة ضمن خطة شاملة لزيادة المساحة العمرانية بما يتوافق مع توفر الموارد وحجم وتوزيع السكان والأيضا ارتقاء بمستوى البيئة وجودة البيئة المعيشية والحقيقة ان هناك 30 مدينة جديدة تم من مدين الجيل الرابع على مستوى الجمهورية سواء في الدلتة او الصعيد او القناة بيتم افتتاحها انتق الله وده الحقيقة امر مهم وده لأكده سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وانه هو مش من الرفاهية لكن هو امر هام لمواجهة الزيادة المضطردة مع الزيادة السكانية يسعدنا يكون معنا النهاردة الكاتبة الصحفية دكتورة سمية ابو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام صباح الخير صباح الخير سيدة نوعه اهلا واهلا بمشاهدين في كل مكان اهلا بداية كده يعني شايف زيادة التوصل العمراني هذا العام لو بدنا عمل كده يعني تقييم للتوصل العمراني هذا العام تقولي علي ايه اه طبعا زي ما قلتي هو فيه طبعا طفرة كبيرة جدا اه فيه انشاء المدن الزكية مدن الجيل الرابع اللي هي بتعتمد على استخدام الانترنت فاق السرعة اه ميت ميجا لكل ثانية وممكن يزيد على حسب كمان التالبات الحقيقة ده بيدل على اهتمام الدولة بتحسين حياة المواطن المصري وانه هو زي ما بنقول وكمان مساعدة كمان والمساعدة فيه جذب استثمارات المساعدة فيه النمو الاقتصادي طبعا لان النمو العمراني ده بيساعد بشكل كبير جدا فيه تحقيق نمو اقتصادي كبير عايزة عارف دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية دي اللي حاصلة بشكل كبير جدا هي طبعا يعني هي المجتمع المدني احنا بنقول ان عام 2022 اطلق عليه عام المجتمع المدني بالهدف دفع عجلة التنمية وانه يكون له دور فيه كأحد شركاء التنمية انه هو يكون لي دور فيه تحقيق هذه التنمية طبعا دور المجتمع المدني زي ما بنقول انه هو اللي مساعدة فيه القضاء على العشوائيات شايفين جماعات كبيرة جدا كتيرة جدا بتشارك فيه القضاء على العشوائيات بتساعد فيه التوفير حياة كريمة للمواطنين بتشارك فيه مشروحها كريمة بتساعد فيه تطوير الريف المصري بتساعد فيه النيها يكون ليها دور فيه التنمية والعمرار طبعا المجتمع المدني زي ما بقول لحضرتك هو احد شركاء او احد اضلاع التنمية التلاتة فطبعا ليه دور مهم جدا الدور كمان المهم الكبير جدا اللي هو الدور التوعوي للمجتمع المدني الدور التوعوي مهم وخطير ان احنا نوعي المواطنين بما يحدث على ارض الواقع وما يعني ما يحدث على ارض الواقع من تنمية من خلال سواء زيارات ميدانية سواء خلال ندوات سواء خلال اتصال مباشر مع الجماهير وكل ده بيقوم بيه المجتمع المدني شايفة ازاي اهمية التنمية زي ما قلنت كده في المقدمة لسه اخرها طبعا مدنة منصورة جديدة وغيرها طبعا من مدن كتيرة جدا شايفت تنمية دي واهميتها ايه الحقيقة طبعا على غرار المنصورة الجديدة طبعا انا فخورة جدا بالمنصورة الجديدة ما ان انا كمان من منصورة الحقيقة جاية عليك بقى دي يعني الحقيقة مدينة الواحد فخور جدا بهذا التطور والمباني وتمتد على 15 كيلو من البحر وأن هي كمان مدينة ساحلية وأن هي بتستوعب عدد كبير جدا من السكان خاصة في منطقة الدلتا لأنه مكانش فيها توسع عمراني كبير فطبعا بتستوعب ثلاث محافظات هي محافظة دوميات ومحافظة المنصورة ومحافظة كفر الشيخ الحياة من المستعدف كمان أنهم مخصصين نسبة منها كمان للإسكان الاجتماعي وده مهم جدا في تحقيق زي ما بنقول إيه العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإن إتاحة برضو نسبة للشباب والفادر لسا مقبلين على الزواج لسا عاديني أعملوا بيت جديد الزبط التأثيرات اللي بتقدم يعني طبعا مهمة جدا اللي يدفع بي أن إحنا بساعد الشباب أن هم بداية حياة جديدة وبداية أسرة عايز أقولك كمان المنصورة الجديدة كمان ما تتميز به طبعا وكل مدن الزكية يمكن إحنا شفناها يعني دايما بتبقى فيه جامعة جديدة جامعة بتساعد على التطوير العلوم والأبحاث وزي ما شفنا أستاذ الرئيس بيفتتح المنصورة الجديدة إزاي أنه هو يعني برضو افتتح جامعة المنصورة الجديدة والنهية وزي أنه فيها أقسام جديدة وفيها أقسام تكنولوجية وفيها أقسام بتستوعب المتغيرات المعصرة بمعنى أن هي تكون يعني إحنا كنا بنعيني في الفترات السابقة أن الخرجين ببقوا خرجين بس يعني إنما دلوقتي بين البحث والتطبيق إنه الخرج بيبقى عنده العلم وفي نفس الوقت الجزء العملي والجزء التطبيقي فده مهم جدا يعني إن هي بعد أقسام تناسب يعني السوق بحيث إن الخرج إن شاء الله لما يتخرج هيجد فرص عمل كثيرة جدا يعني لما قلت حتى مقدمة مدن الجيل الرابع اللي هي 30 مدينة من مدن الجيل الرابع هل دة بيطابق فيه الثورة الصناعية الرابعة يعني هو مرتبطة إن هي فيها ثورة صناعية الرابعة إيه مصطلح الثورة الصناعية الرابعة لحماية أن نصنعه دلوقتي الثورة الصناعية الرابعة اللي هو معناه إن هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل شيء استخدام انترنت الأشياء استخدام الحوسابل استخدام الرقمنة وزي ما بلقول الرقمنة و тради reduces في كل الرجالات أه طبعا لأنه طبعا كل هذه المدن طبعا مطبق فيها الثورة الصناعية الرابعة ما فيها زي ما بقولت لحضرتك الإنترنت فاقق السرعة استخدام الأمن المركزي استخدام التحكم المركزي في كل الأمور حتى البنية التي تحتها التي بيعملوها للمدن دي بتبقى كلها من خلال الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة فكل ده طبعا مطبق في هذه المدن طبعا أنت يعني من ضمن المدن طبعا اللي إحنا بنتكلم عليها برضو العلمان الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والأسوان الجديدة يعني وأسوان الجديدة يعني من أول جمهورية الجديدة لكل جزء بقينها جديدة الحقيقة أنا كنت برضو في إحدى الزيارات للأسوان الحقيقة وزورت أسوان الجديدة الحقيقة برضو فيها طفرة برغم أن هي في أقصر الصعيد إنما برضو بدأوا يشتغلوا فيها والحقيقة وفيها برضو يعني يعني فيه تطور كبير جدا في هذه المدر ويمكن إحنا مؤخرا نعقد المنتدى للتراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي مؤتمره السادس بعنواننا تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتطلعات المجتمع المدني تحديات الثورة الصناعية الرابعة المدني والمالي في الجمهورية الجديدة وده كان بالتعاون مع التحدي الجماعات العربية طبعا برئاسة أستاذ دكتور عمر عزة سلامة رئيس الشرفي للمؤتمر ودكتور أشرف أستاذ دكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق أيضا كان رئيس شرفي المؤتمر ويمكن إحنا تحدثنا عن خلال جلسات المؤتمر عن زي ما حدك قلت تحديات الثورة الصناعية الرابعة وطبعا من أهمها طبعا البنية التحتية طبعا محتاجة إلى تقوية طبعا ضعف البنية التحتية الخاصة بالرقمنا موضوع كمان يعني كمان تغيير ثقافة المواطن أحيانا بيبقى غير قابل للتغيير أو غير قابل للتطور دي برضو مشكلة كمان مشكلة كمان يمكن استخدام الإنترنت برضو فاق السرعة برضو هل كل مشكلة من المشاكل دي بيتم حلها في الجزء اللي يخصها يعني زي ما قلت بيبقى سلوك البني أدمين فده يعني الجزء اللي بيخصه هنحلها يعني التحديات دي ازاي هنواجهها أنا عايزة أعرف كمان لا بوسي هو يعني هو تكتف يعني جميع جهات الدولة والمؤسسات الدولة إحنا يعني إحنا تطرقنا إنتي بتتطرقي لبعض الأمور والرؤى والأفكار تمام وبتعرضيها طبعا على المسؤولين وبيتم تنفذها بالتعاون مع الجهات والهيئات المختلفة يعني مش جهة واحدة ولا أكيد عشان أنا بسأل هل كل مشكلة أو التحدي من التحديات اللي بتواجه الثورة الصناعية الرابعة هل بيتم ترحاها للجهة المختصة عشان تحلها؟ يعني بحط الموضوع قدامها فبتدي تبتدي هي تلاقي لي الحلول؟ بسي من ضمن الحاجات اللي طالب بها المؤتمر موجود استراتيجية للثورة الصناعية الرابعة عشان دي يكون خاصة بوضع هذه الاستراتيجية خاصة بوضع تشريعات خاصة بيها ووضع بتطبيقات جديدة يتم تنفيذها فده طبعا ده مهم جدا إنه يبقى فيه استراتيجية ويشارك فيها يعني جهة بحيث إنه يبقى فيه تنفيذ لذير استراتيجية ده مهم جدا خلال الفترة الجاية صحيح وجود الثورة الصناعية الرابعة ثمان لها أهمية في جذب الاستثمارات إلى أي مدى وجود ثورة صناعية الرابعة هتكذب الاستثمارات؟ طبعا ده هي الثورة الصناعية الرابعة أساس جذب الاستثمارات لأن أي استثمارات جاية سواء من داخل مصر أو من خارج مصر تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على استخدام التطبقات الذكية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كل هذا مهم جدا إحنا بنشوف دلوقتي في شركات إذا لم تطبق الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة دي بيكون مصير على الفناء والانتهاء لابد أن تتواجبي الحدث يمكن على فكرة عجبني تحليل إخباري أن الثورة الصناعية الرابعة عليها يعني أزمة منتصف يعني بتواجه الشركات أزمة منتصف عمر أم أن هي ولادة جديدة يعني أنه يعني أنت عارفة أزمة منتصف يعني هل إيه؟ عبد الرجالة دي ولا إيه؟ هتكون فجوة يعني دي أزمة منتصف للعمر عبد الرجالة لا بالنسبة للشركات اللي هي يعني إحنا بنقول إنها تطبق الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الرقمية المعنى إن هي الثورة الصناعية تواجهة أزمة منتصف للعمر اللي هي يعني لا مش الثورة الصناعية الشركات آه تماما الشركات يعني أنت دلوقتي هل الشركات هتقدر تتجاوز هذه الفترة يعني إن هي تطور من نفسها وتطور من أداءها والشباب نفسهم كمان يبقى فيه لأن في بعض الشركات تم استغناء عن ألاف من العاملين بها تماما فطبعا بيوجهوا مشكلة إن هما مشكلة إن هما بطالة أو كده إن هما لازم يطوروا من نفسهم ويتطوروا من أداءهم ويبقى فيه تطور مستمر لقدرتهم فطبعا هي إن شاء الله تبقى يعني أعتقد أنها ممكن تبقى أزمة منتصف في عمر إن هي تمر سريعا يعني إن شاء الله يعني يا حدوتي نتعرض للأزمة منتصف في العمر حاليا وإحنا عادينا في التطور إنتي عايزة تقولوني كده بقولك على الشركات والهيئات يعني إذا لم يعني لازم إن إحنا ننتبارها أزمة منتصف يعني معنى إن هي تبقى فترة عبارة فهمني في حياتنا تمام طيب الثورة الصناعية الرابعة أثارها الاقتصادية يعني منقول الثورة الصناعية الرابعة ومقاوماتها وإحنا يعني عند الوقت ثورة كبيرة جدا عايزة أعرف أثار الاقتصادية ممكن تعمل إيه طبعا أثارها الاقتصادية الكبيرة جدا زي ما بنقول إن هي من أهمها طبعا جاز باستثمارات إنتي لما يبقى عندك مدن زكية وعندك مصانع بتشتغل به التطنولوجيا الرقمية وعندك وتساعد كمان في البطولة حال البطولة كمان هتساعدتها في البطولة يعني بصي هي بصي سلحة زحدين والبعض بيتخوف البعض بيتخوف إن هي تقضي على وظائف معينة تمام إن هي بقى باش لها استخدامات هذي الوظائف ولكن على الجانب الآخر بنقول إن لأ الإنسان اللي بيتطور نفسه وبيكتسب خبرات جديدة وبيتطور من قدراته هيجد فرصة في عالم الثورة الصناعية الرابعة اللي بيعتمد على الإبداع والابتكار وابتكار أفكار جديدة وتطوير نفسه كل ده هيجد فرصة تانية وبالعكس عايز أقولك على حاجة أنت بتجي دي ممكن واحد خريج نفسه كلين يعني واحد ممكن يبقى ردبه على سبيل المثال 3,000 وواحد تاني 100,000 طيب ليه حصلت الفجوة دي لأن التاني اكتفى بس بأنه يبقى وظيفة تقليدية والتاني يطور من نفسه وأخذ كورسات وعمل كورسات كمبيوتر ولغات ومش عارف إيه فاستطاع أنه هو يعمل فيه شركات عالمية وتكنولوجية وبالتالي استطاع أنه هو يحقق عائد كبير جدا فده هو ده الفرق فلابد أن نحن نبقى عارفين أن نحن داخلين على مرحلة كبيرة جدا من التطور التكنولوجي لابد أن نحن نكون مستعدين له ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نكتسب خبرات كبيرة في هذا المجال وكده كده إحنا برضو محتاجين العنصر بشارك مين اللي هيشغل الأجهزة أو هيستخدم الرقمانة فإحنا برضو في احتياج للعنصر البشري يعني هو كل القصة أن نحن نطور العنصر البشري هل كل مؤسسة من المؤسسات الدولة هي اللي هتقوم ب يعني أن يتقوي العنصر البشري ده ولا الشخصية مفروض تشتغل على نفسه هو الواحد وعلشان يقوي نفسه والله يعني أعتقد أنهما الاتنين هي طبعا المؤسسات والهيئات لازم نتعمل دورات تدريبية للعاملين اللي فيها يمكن إحنا لما جينا نشوفنا العاصمة الإدارية وقلنا أن الحكومة سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة كان فيه تدريب للموظفين والعاملين أنهم إزاي يستخدموا التقنية الحديثة يستخدموا إزاي يشتغلوا فيه في هذه المدينة الذكية وكمان الفرد نفسه لابد أنه يسعى لتطوير نفسه تطوير كفاءاته وتطوير قدراته بشكل كبير يمكن دلوقتي بتسمعي أكيد بتسمعي كمان نرجع للمؤتمر بقى نرجع للمؤتمر هنتكلم عن المؤتمر أنت عايزة الكلمة توضع المؤتمر يعني هو المؤتمر حيبقى الشهر القادم ده لا المؤتمر تم خلاص أهم التوصيات الخارجت بها المؤتمر والله أهم التوصيات زي ما يعني استخدام تطبقات الثورة الصناعية الرابعة في كافة القطاعات أهمية زي ما قلنا وضع استراتيجية للثورة الصناعية الرابعة أهمية العمل على تغيير ثقافة المواطن من خلال الوعي ومن خلال يعني مؤسسات العمل المجتمع المدني أهمية زي ما بنقول دعم رجال الأعمال لمؤسسات المجتمع المدني لأن ده أضلع مهم جدا من أضلع التنمية إن المجتمع المدني عنده قدرات بشارية وعنده كفاءات وعنده أفكار تنموية والخطاع الخاص عنده ربس المال محتاجين رجال الأعمال يتشارك يعني دعوة كده لمشاركة رجال الأعمال أهمية المشاركة والتشابك يعني زي ما بنقول لي المسئولية المجتمعية إن هو تفعيل مبدأ المسئولية المجتمعية لمساعدة المجتمع المدني من أجل التشارك والتشابك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمام ويمكن كده يعني إحنا أكيد بتسمعي كده فيه كتير قوي من يقولك مثلا فيه مدن كتيرة تم إنشاءها وإحنا مش محتاجين ده كله وإحنا يعني فيه كده إشاعات مغرضة إحنا مش فيه حاجة لكل هذه المدن المدينة العالمين إيه ده كله يعني بنسمع كده وليه المدن الجديدة في كل محافظات الجمهورية إيه تردي على الشائعات دي وتقولي لهم إيه؟ ما هي زي ما بقول لحضرتك إحنا بنقول إن إحنا بنعمل وده دليل على العمل والإيه يعني يعني إحنا بنشوف يعني إنجازات على أرض الواقع ما بنقولش مثلا إحنا خلال الهشرين سنة القادمة هيكون عندنا تلاتين مدينة زكية لأ إحنا فعلا بقى دلوقتي عندنا مدن زكية عندنا يعني العالمين الجديدة عندنا العاصمة الإدارية عندنا المنصورة الجديدة وكل وشاغلين يعني مستمرين عندنا عاصمة جديدة عندنا عاصمة جديدة عاصمة جديدة سواء الجديدة الحقيقة فإحنا شاغلين في كل وعلى يعني يعني عايزة أقولك يعني هم مش بيخلصوا مدينة وبيدخلوا في الثانية لأ ده إحنا شاغلين على التوازي فمعنى كده إن الدولة المصرية قادمة وإن أي أي شائعات بتقال ده هدفه تصبيت إرادة المواطن المصري وهي إشعاعات مغرضة والغرض لإحنا بنشوف فعلا في الآخر جمهورية جديدة بزاك بشكرك طبعا الكادمة الصحفية دكتورة سامي أبو النصر مساعد رئيس تحليل أهرام شكرا لكي شكرا بسيدة نوحة وكل الشكر ودائما مصرينا في تقدم إن شاء الله خلصت فقراتنا النهاردة وخلصت حلقاتنا يارب يكونوا استفدوا واستمتعتوا وبكرة إن شاء الله فريق أعمل جديد وصباح جديد وبنصبح عليك